موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي الكرام يتحقق توقعي بغلاء فاحش للأكباش في المغرب وهذا الكلام قلته بتاريخ 15 أبريل من سنة 2029 ونصحت المغاربة لكن لم يسمعوا كلامي شاهدوا الحلقة ومروا عليها مرور الكرام الحلقة كانت على بعد 74 يوم من عيد الأضحى الآن ها هم يصرخون ويبكون وهناك من خرج في مظاهرات وهناك من أصيب بالصدمة والخيبة لماذا؟ لماذا؟ لأن يضل الله مع الجماعة لم يتفق المغاربة على قرار معين بإلغاء العيد أو إيجاد حلول مناسبة كل واحد منهم يغني على ليلة فكانت الكارتة ومن الطبيعي كوني مواطن أتحمل أعباء أسرى لابد أن أتخذ قراري وهذا القرار كان في الأسبوع الأخير كان في الأسبوع الأخير ويوم أمس قمت بمشاركة تجربة اجتماعية معكم كشفت لكم عن تمن الأضحية في ظل الغلاء الفاحش في المغرب عموما أحبابي كرام سنتحدث عن هذا الموضوع وموضوع أخرى في هذا الدرس أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحمد الله رب العالمين حمد عباده الصادقين الشاكرين ونصلي ونسلم على الحبيب المحبوب خير مبعوث للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة باللسان يبقى وقولي نعم يتحقق توقعي بغلاء الأكباش في المغرب وهذا الأمر قلته منذ شهرين أو على بعد 74 يوم وقلت في هذه الحلقة التي سأضع رابطها في صندوق الوصف في قناتي قناة أسرار غامضة قلت هل عيد الأضحى عبادة أم عادة؟ إن كان عبادة لابد من مراعاة الجانب الأخلاقي وإن كان عادة لا تسأل عن حجم الكوارث التي ستحدث نعم المعبر المغربي محمد مجاهد تكلم فهذا الموضوع بتاريخ 15 أبريل 2023 وقلت إن من الله تعالى علي بطول العمر فسوف نلتقي في 20 أو 29 يونيو من 2023 لكن التقينا اليوم وسبحان الله كل المغاربة يبكون الآن الفقير يصرق سبحان الله الأمور خرجت عن السيطرة نعم حبابي كرام قلت حرمة الفقير يجب أن تأخذ بعين الاعتبار وأي تجاوزات أو غلاء فحش سيكون عادة من عادات الظالمين في استغلال هذا اليوم قلت بين عيد الفطر وعيد الأضحى هناك أمر قد اقترب قلت الأيام تمر بسرعة وعيد الأضحى يطرق الأبواب بشدة وقلوب الفقراء ترقص بين العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى ترقص من الخوف وشدة وليس من الفرحة لذلك أحببت الخروج لأتكلم في هذا الموضوع على مسافة محترمة من عيد الأضحى على مسافة 74 يوم لأكون أول المتكلمين في هذا الموضوع نعم والحلقة موجودة في قناة أسرار غامضة نعم أحبابي كرام ليخرج بعض الناس يعني الحلقة التي وضعتها أمس وشاركتكم تجربة بسيطة أحبابي كرام خرج بعض الناس سبحان الله وكأنهم سبحان الله وكأنهم لا يشاهدون حلقتي منهم من قال عليك أن تحترم مشاعر الفقراء ولماذا وضعت الثمن أربعالف وخمسمية درهم وكادا وكادا سبحان الله يذكرونني بأخلاق الإسلام ويعني سبحان الله بالرغم والنية يعلم بها الله سبحانه وتعالى وأخلاقه يعلم بها الله سبحانه وتعالى وهذه الحلقة التي وضعتها يعني منذ شهرين وكأنهم لم يسمعوها قط لم يكن هناك اتفاق بين المغاربة على إلغاء هذه الشريعة سبحان الله هكذا كل واحد يقول كلام الآن سبحان الله يعني نصف المغاربة شروا يعني كبش عيد الأضحاء الأغرب من هذا أن عمل شراء كانت منذ أربع وسبعين يوم وكنت أقول هذا الكلام على الصبورة منهم من شار الكبش بأشر ألاف درهم وشاروا الكبش بتأتي من ألف درهم وسبع ألف درهم سبحان الله على بعد أربع وسبعين يوم على بعد أربع وسبعين يوم كان السوق مفتوح وكنت أحدر الآن حبابي كرام قمت بتجربة بسيطة خرجت مع بعض الإخوة اللي أشاري الكبش وشاريته بربع ألاف وخمسمية درهم والرسالة التي أحببت أن أوصلها وهو أن يكون الكبش جميل يعني حينما تريد أن تقدم أضحية لله سبحانه وتعالى أو قربان لله سبحانه وتعالى أن تكون في أحلى صورة مع مراعاة الأوصاف المذكورة في السنة أوصاف الأضحية والجانب الصحي نتكلم عن الجانب الصحي لا بد أن يكون علف الخروف سبحان الله من النباتات الخضراء فأغلب الأكباش المطروحة في السوق يعني علفها السيكاليم وأمور أخرى لا أريد أن أتحدث عنها فيعني الكثير من الناس دائما يركزون على الشكل والحجم وليست لهم الخبرة الكافية في معرفة هذا الكبش إن كان فعلا يقتات من النباتات الخضراء من الشعير الفول إلى غير ذلك أو يأكل مثلا سيكاليم أو أمور أخرى الأمانة أحبابي كرام الفلاح الذي أخذتم منه هذا الكبش فلاح معروف سبحان الله نزيه نظيف يعني سبحان الله سبق وأن أخذتم منه كبش في السنة الماضية سبحان الله كان لحمه جيد سبحان الله يعني هذه الأمور يجب أن تأخذ بعين الاعتبار بخصوص التمن يعني قلت شاركت ما كم تجربة اجتماعية بخصوص التمن 4500 درهم فهو رخيص التمن بالمقارنة مع الغلاء الفاحش الموجود في المغرب يعني تكلموا بصراحة يعني أجود الأغنام الموجودة في المغرب هي النوع الصردي هذا معروف يعني التمن الكيلو يعني في الأسواق يعني في المرجان وفي الأسواق الكبرى المعروف في المغرب تسعد الصين درهم للكيلو جرام الواحد تسعد الصين درهم للكيلو جرام الواحد الكبش الذي اشتريته أمس يعني وزنه يقارب المئة كيلو جرام يعني بميزان الصوق يعني هذا الكبش لو اشتريته مثلا من مرجان أو من صوق ممكن أن تأخذه بستلاف درهم يعني هذا الأمر الأمر مفروغ منه بستلاف درهم يعني أمر مفروغ منه تمن كان مناسب جدا والأهم عندي يعني سبحان الله وهذه كتجربة شخصية الأهم عندي هو ما يأكل هذا الخروف لابد أن تأكل شيء طيب نعم أحبابي كرام لابد من مراعاة الجانب الصحي وهذا الأمر يغفل عنه الكثير فقط الناس تنظر إلى الأحجام وتنظر بغض النظر على أمور أخرى هي جد مهمة تجربتي في العام الماضي كانت مع نفس الفلاح فعلا أخذته منه كبش وكان فعلا ممتاز أنا أتكلم عن الجانب الصحي لكن هذه السنة مختلفة هناك غلاء فاحش في المغرب ومن حدد التمن أحبابي كرام انتبهوا إلى هذه النقطة المهمة من حدد التمن هي الأسواق الكبرى في المغرب أعيد من حدد التمن هي الأسواق الكبرى الموجودة في المغرب سبحان الله كل سلالة لها تمن مثلا الصردي 29 درهم الكيلوغرام الواحد السلالة الموالية 67 وآخر تمن هي السلالة الإسبانية تقريبا 57 درهم الكيلوغرام الواحد فكان من حق الفلاح المغربي أن يمشي على هذه الوتيرة يعني الفلاح المغربي بين يديه مجموعة من الأكباش يعرف كل كبش كم فيه من كيلوغرام فيمشي على تمن السوق هذه الحقيقة الأحبابي كرام هذه الحقيقة المرة المغاربة لم يسوعبوا هذا الأمر والآن الفقراء في صدمة أتمنى إن شاء الله تعالى أن لا تكون هناك مشاكل نهاية هذا الأسبوع عموما أحبابي كرام تجربتي الشخصية أمس كانت جيدة في ظل هذا الغلاء الموجود الكبش يقارب المائة كيلو بـ 84500 كان مناسب جدا وقلت الأهم هو الجانب الصحي أحبابي الكرام يقول الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا الشك منه عضو تداعى له سائر الجسد بالصاري والحمى نعم لهذا السبب أحبابي كرام نصحت المغاربة منذ شهرين ولهذا السبب شاركتكم تجربة اجتماعية الهدف منها هو أن يستفيد منها البعض لا أقل ولا أكثر وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته